استقبل سيد رئيس عبدالفتاح السيسي جوزاب بوريل الممثل الأعلى لشؤون الخارجية والسياسية والأمنية للاتحاد الأوروبي نائب رئيس المفاوضية الأوروبية وذلك بحضور سيد سامح شكري وزير الخارجية وعدد من كبار مسؤولي المفاوضية الأوروبية وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن السيد الرئيس أكد أهمية الاتحاد الأوروبي في إطار السياسة الخارجية لمصر سواء من ناحية كونه الشريك التجاري الأول لمصر كذلك في ضوء الروابط المتشاعبة والممتدة التي تجمع بين الجانبين والتحديات المشتركة التي توادههما على ضفتي المتوسط ومن جانبه أشهد السيد بوريل بالعلاقات المتميزة التي تجمع مصر والاتحاد الأوروبي منوها إلى الثقل السياسي الذي تتمتع به مصر إقليميا ودوليا ودورها كمحور للأمن والاستقرار في المنطقة التي تمر بمرحلة من الاضطراب مما يجعل مصر شريكا استراتيجيا هاما ومقدرا للاتحاد الأوروبي ودوليه الأعضاء أوضح المتحدث الرسمي باسم رئيسة الجمهورية أن اللقاء تناول استعراض مختلف جوانب العلاقة المؤسسية بين مصر والاتحاد الأوروبي حيث تم تأكيد الحرص على استمرار تعزيز التعاون والحوار المتبادل لتدعم علاقات الصداقة بين الجانبين في ضوء المصالح والتحديات المشتركة لا سيما ما يتعلق بمكافحة الهجرة غير الشرعية والإرهاب كما تطرق اللقاء إلى تنسيق المستمر حول العديد من القضايا الدولية والإقليمية خاصة تطورات الأزمة في السودان حيث أشهد المسؤول الأوروبي بالجهود المصرية في هذا الصدد سواء ما يتعلق باستضافة اللاجئين السودانيين أو بجهود التهدئة ووقف إطلاق النار كما تناول اللقاء مستجدات القضية الفلسطينية في ضوء التطورات الأخيرة ذات الصلة حيث تم التوافق حول تكسيف الجهود سعيا لإحلال السلام والتوصل لتسوية للقضية الفلسطينية وفق السوابط والمرجعيات الدولية بشكل يعيد للشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة وعلى النحو الذي يدعم الأمن والتنمية لجميع شعوب المنطقة واختتم المتحدث باسم رئاسة الجمهورية تصريحاته بالإشارة إلى أنه تمت أيضا مناقشة آخر التطورات على صعيد الأزمة الروسية الأوكرانية حيث أكد السيد الرئيس في هذا الصدد أهمية تكسيف العمل الدولي لتلافي واحتواء الأثار الاقتصادية للأزمة على الاقتصاد العالمي والدول النامية في ضوء التداعيات التي طالت أسواق الغذاء والطاقة والتمويل على المستوى العالمي موسيقى